موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم معكم وحمد علي وحلقة جديدة وعلم السرطة التقنية مكملين على منصة أوليمبي تريد الكلام اللي هقوله على منصة أوليمبي تريد لو حضرتك عندك IQ Option عندك كوديكس عندك بنامو هتمشي على نفس الخطوات هي الحاجات اللي هتكلم فيها النهاردة تأمين الحساب وما إلى ذلك عشان خاطر تبقى ضامن إن حسابك ما يبقاش فيه المشكلة واحد الباسورد بتاعك المفروض تعمل بيبقى أرقام وحروف يعني أرقام وحروف يعني حضرتك ما تبقاش مثلا خايف إنك إنت تنسى الباسورد فتعمل باسورد مثلا برقم موبايلك أو تريخ ميلادك بيبقى ضعيف ده بيبقى باسورد ضعيف جدا ومن السهل إنه يتهكر طيب أعمل يعني لو أنت مثلا عايز تعمل حاجة باسورد يكون قوي اعمل باسورد طويل بس يكون مركب وانت حاوز يعني مثلا إيه هتعمل رقم موبايلك مثلا مع اسمك الوسطاني يعني حاجات تبقى زي كده تعمل تركيبة برضو تبقى أنت عارفها وسهل عليك بتعمل مثلا بدل رقم موبايلك هتعمل تاريخ ميلادك مثلا وتضيف عليه مثلا تاريخ ميلاد حد مثلا تعرفه حارزه تجمج لتنين وتخط حرف كابتل وحرف سمول تركيبة زي كده بيبقى صعب إنها تتهكر طبعا ده بالإضافة الموضوع أنك أنت تخلي بالك بقى من اللينكات والحاجات اللي ممكن تزرع بها فيروسات في الجهاز بتاعك دي نقطة مهمة جدا لأن الشركة أي شركة تداول يعني تأمين الحساب ده بتاعك أنت يعني لو حصل إن حد دخل الحساب بتاعك لعب فيه فدي مسؤوليتك أنت مش مسؤوليت الشركة الشركة مش مسؤولة غير لو حصل لقدر الله اختراق للسيرفر بتاعها لكن إنه يحصل اختراق أو حد ياخد بسورد ده يلعب به في الحساب بتاعك ده بتاعك فأول حاجة لازم تأكد عليها بسورد يكون طويل متكون من أرقام وحروف متفقين ما تعملش يعني تستسل تعمل حاجة صغيرة ثاني حاجة بعد عملت البسورد وسجلته الدنيا معك تمام وما فيش معك أي مشاكل ثاني خطوة مباشرة قبل الإداءة وقبل حتى ما تتدرب على الديمو إنك أنت هتخش تكلم الدعم هتكلم الدعم تطلب منه بيطلب منك أولا فيه عندك إنه هو لما تضغط على البروفايل هتلاقي فيه عندك إلا هو تفعيل المصادقة إلا هو أنك إنت بيبقى مثلا بيبعت لك كلمة بسورد على جوجل أو على موبايلك وتفاعل رقم الموبايل بتاعك دي برضو من ضمن الحاجات المهمة هتفاعل رقم الموبايل هيبعت لك مثالة رقم الموبايل بتاعك يعني المفروض لما تفتح هنا هتلاقي هنا الرقم الموبايل مش متفاعل مكتوب هتقوم عامله وتخش عليه دي برضو من ضمن النقاط المهمة جدا يبقى تفعيل رقم الموبايل وتفعيل المصادقة الصناعية يبقى أنت كده كملت تأمين الحساب بتاعك بالكامل الخطر اللي بعد كده تفعيل الحساب عشان تفاعل حسابك محتاج أول حاجة صورة جواز الصفر أو صورة البطاقة بتاعتك أو صورة الرخصة بتاعت القيادة لو عندك دي أو دي ولازم يكون عمرك فوق 18 سنة عشان محدش يبقى عمره قال لي من 18 سنة يقوم داخل فتح حساب هتعملك مشكلة فيما بعد يبقى هتقوم بطالب أنك أنت تحضر لتفعيل الحساب صورة البطاقة بتاعتك أو البصبور أو الرخصة أي حاجة من الثلاثة دول يعتبر آآ مستند رسمي قابل لأنه هو يبقى يكون آآ يقبل كتفعيل طيب بعد كده عندك تفعيل تاني ايه التفعيل التاني اللي هو إثبات محل السكن إثبات محل السكن مطلوب منك حاجة من دول حساب البنكي كشف حساب بنكي يكون مكتوب وظاهر في العنوان بتاعك اتنين صورة مرافق يعني صورة مرافق او آآ اللي هي يعني نقصت بها كهرباء ميا غاز اي حاجة من الثلاثة دول بتقوم واخد صورة آآ صورة من المرفق او اللي هو نقصت بها الفاتورة تقوم مصورها باين فيها الاسم وباين فيها السكن وترفعها عشان تعمل الخطوة دي فيه بعض المنصات بتبعها مديا لك ازرار تم بها هذا الموضوع لكن هنا على انت المفترض انك انت بتبعت عن طريق الدعم يعني بتيجي هنا بتكلم المساعدة الدعم بتعمل اختمع الدعم وتقول له انا عايز افعل الحساب باقي هنا هوق الدعم هاتتوجه سؤال الاختصاصة هنا هتبتدي انك انت توجه سؤال الاختصاصة وتقول له انا عايز افعل الحساب بتاعدي انك انت ببش تلاقي الانكات موجودة هنا لرفع الملفات. فهو هيبعت لك الايميل او الحاجة اللي انت هتبعت عليها الورق. وبعد كده بيقول لك تم التفعيل. يبقى تاني. لازم يكون عندك حاجة من الحاجات دي. البطاقة. الباسبور. الرخصة القيادة دول. اي حاجة من التالة دول هتثبت بيها اللي هي الهوية او البطاقة بتاعتك. بعد كده عندك اسبات محل السكن دي قلنا يا اما كشف حساب بنكي. يا اما صورة من فاطورة المرافق سواء كانت كهرباء غاز آآ مية. دي حاجة من الثلاثة دول. وبتبعتها مباشرة. اللي لازم يكون الاسم اللي موجود على الفاطورة هو نفس الاسم اللي موجود على بطاقة الهوية او الرخصة او الباسبور اللي انت قدمت. طيب. آآ يا سيد احمد انا عندي البيت مش عارف اخش فيه او اسكن او انا ساكن مع ابويا او انا ساكن مع عمي او 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 ما الى هزا الكلام. عشان كده بقولك ليه قبل ما تعمل اي ايه ده. شوف انك انت تفاعل الحساب. لانك انت لو معرفتش تفاعل الحساب. وممكن بعد ما تعمل تداول وكل حاجة تمام. تيجي انك انت تسحب تفاعل تلاقي التفاعل في مشكلة. فكده الفلوس بتاعتك مش هتعرف تسحبها. لذلك دايما في اي منصة اي ان كانت سواء فوريك سواء اي آآ سواء بنرا اوبشن لنزم تفاعل الحساب بتاعك مباشرة. طيب هتعمل ايه تاني بعد كده. بعد ما تفاعل الحساب انت لو عندك مسلا انك انت ساكن مع والدك او الفاتورة باسم حد تاني. لازم تكون فاتورة باسمك انت. او باسم الوالد. ممكن بعض الشركات تتغضع عنها انك انت ساكن مع والدك انت 18 سنة فلسا ما تسقلتش. معندكش شقة باسمك في دي ماشي اوكي. يقولك طالما باسم والدك. مفيش اي مشاكل دي تمشي. فيبقى انت امانك ان انت هتخش تتكلم بعد ما تفتح الحساب مع الدعم. وتفعل الحساب بتاعك. بعد ما فعلت الحساب بتاعك. في تفعيل ممكن بقى تلاقي رسالة جاي لك يقولك مطلوب التفعيل. وتاني بحظل انا بقول الكلام بعيده عشان خاطر الغلطة بفورة. الغلطة بحسابك يتقفل. حاطت بقى مئة الف. حاطت متين الف دولار. مش هت يعني الحاجات دي الناس ما بتأكدش عليها. وبعد كده بتلاقي ان فلوسك حصل فيها مشاكل بيسبح حاجات هيفة زي كده. ايه الحاجة اللي تخلي بالك منها? ممنوع منعا بتا انك تعمل ادعى بالفيزا كارد الافتراضية. ايه الفيزا كارد الافتراضية? زي فودافون كاش. فودافون كاش. فيها مستر كارد بيضولك افتراض يعني ايه? بيديك رقم من فيزا كارد وبيديك باساورد وبكل البيانات. وانت توضع بيها. الكلام ده اوكي في المشتريات. ولكن في البنر اوبشن والفوركس والحاجات دي مش هتنفع. لان الحاجات دي مادية وهما بيحبوا تأكدوا. لازم يقول لك صورة الفيزا اللي انت بعدت بيها عشان تأكد انها بتاعتك فعلا مش مسروقة او كده. فعشان تخش بقى في معافظة فون كاش. فده حور كبير بقى ويعرفت يا ما عرفتش انك انت تتثبته. فاي اي اي فيزا بتطلحها ما ينفعش تستخدم فيزا افتراضية. فيزا بيونير اي فيزا طالما مش موجودة في ايدك ما ينفعش انك انت تخش يعني تسحب وتستقبل عليها. عندك فيزا عادية من البنك او اي ان كان طالما فيزا آآ موجودة في ايدك خلاص تقدر تصورها لما تعمل بيها اي اداء حيطلب منك تفعيل الفيزا هو الدعم هتلاقي بعث لك رسالة يقول لك برجاء رسال صور الفيزا عشان يفعل. يبقى انت كده هتفعل الفيزا. الغير الفيزا والاحسن من الفيزا والاسرع اللي هي المحافظة الدكترونية. عندك سكريل حتى وليم بتريد فيها آآ فيها عملات رقمية. لكن انت ركز على انك انت على قد ما تقدر حاول تبعك من الفيزا لان حتى في الصحب بتاعها ممكن تلاقي فيه تأخير لو فيه اجازات فيه اعياد فيه حاجة تبص تلاقي مثلا مدة ان الفلوس يوصلك ممكن تطاول شوية معك من 10-15 يوم يعني في الحدود دي لو فيه اجازات في النص فعشان كده رايح دماغ وخليك على البنوك الالكترونية زي سكريل نتلر و بيرفكت ماني اي بنوك الالكترونية متاحة ليك على المنصة اللي انت تشغل عليها. كده بعد مخلص اللفة دي. اللفة كلام كتير فانت بتغلقكم انها صعبة بس انا حابب ان اوضح كل حاجة عشان خاطر في الاخر انك انت مبقاش عندك مشاكل. بعد ما تخلص اللفة دي. كده انت جهات الحساب بتاعك. اي ان كان بقى الشركة تشغل عليها جاهز للتداول. ما فيش اي مشاكل بازن الله. وبمجرد ما تعمل الاداعة وتتداول هتلاقي نفسك زي الفل ما فيش اي مشاكل معك. دي من ضمن الحاجات اللي احنا لازم بتخلي بلاك منها. ابتدوا دلوقتي فعالوا اه هو حاليا في البرصات كلها في اجازة لغاية يوم تسعة تاشر. فالمنصات ما فيش تداول. فالناس الجديدة او اللي هي اه فتحت حسابات جديدة. استغل الايام الجاية انك انت تبتدي تبعت للدعم انك انت تبتدي تفاعل الحساب. فعالوا الحسابات بتاعتكم. عشان لما تنوا بازن الله تعمل ادعاة. يبقى الحساب بتاعك جاهز. قدينا كده شرحنا بالنسبة الكلام اللي قلته ده على اوليمب ينطبق على جميع الشركات. سواء كان فوريكس سواء كان عملات رقمية سواء كان عملات رقمية مرخصة عشان فيش شركات تحت بيري سلم. لا بتعملش بتاع ده تفاعل ولا اي حاجة ملناش دعو بيها. اه كوكن تقريبا ما بتعملش تفاعل بس انا مش بتأكد ان ملناش في الامرات رقمية لكن خلينا في المهم انك انت القاعدة واحدة. لازم تفاعل بالطرق اللي انا قلت لك عليها. لازم صور البطاقة او صور اي حاجة تبعتها تكون مسحوبة على سكنر تكون كويسة. مفيش فيها اي مشاكل. لو الدعم طلب منك سهولة انك تتصورها مسلا. اه جنب الحساب بتاعك او لزلك عشان خاطر تبقى متأكد انك انت صاحب الحساب مفيش مشاكل عن طريق الموبايل. في برضو حاجة تانية حابب ان اكد عليها. ولزلك الفيديوهات بتاعة التداول بالذات او الشرح التداول ياريت تسمعها من الالف لليه لان ممكن يكون في حاجة مهمة تقالت انت تكون عندتها الفيديو مخشوفتهاش. الحسابات برضو اللي هي مسلا محفظة محفظة اي حاجة. لازم ممكن يطلب منك سكرين شوت من سكريل يبان فيها اسم آآ صاحب الحساب مطابق لصاحب الحساب اللي هو دفع يعني انا مسلا اسم احمد علي. لما اجي اعمل ادعب السكريل هيطلب مني مسلا يقول لي اعمل سكرين شوت من حسابك في سكريل آآ انك انت بانك انت بعدت الفلوس اللي هو بالارسال يعني بعدت مسلا على قوليم بتريد وبين الاسم بتاعك يكون واضح في الحساب. ورقم الحساب يكون واضح. كده يبقى هو بيأكد. فبرضو تخلي بالك ان ما ينفعش انك انت تروح تدفع لواحد فلوس وتقول لش حلي آآ على كزا. هو يشحن على محفظك انت. لازم يكون عندك المحفظة الالكترونية بتاعتك. ما ينفعش ان حد يخش على ويحط فلوس من عنده من محفظته. دي فيها مشكلة. فخلي بالك من الحاجات دي. هتمشي على الكلام اللي قلت لك عنيه. ان شاء الله هيبقى كل حساباتك او كل آآ تدولاتك في امان. فيش اي مشاكل مش هتقلق من اي حاجة بازن الله. ابتدوا نفذوا الخطوات بتاعت التفعيل للناس اللي عندها حسابات جديدة. وعايزة تكمل ان شاء الله معنا في الدروس. اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.